مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي اليوم بش نحكي على خبر خطير لا تنسوا الاشتراك في القناة لايك للفيديو وتفعيل الجرس أكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب ليلى الحداد اليوم الخميس أن التسريبات التي تشير لا أن رئيس الجمهورية قبل بأداء وزراء التحوير الوزاري اليمين الدستور بعد استبعاد الذين تحوم حولهم شبهات غير دقيقة إن لم تكن غير صحيحة كاشفة أن المعلومات التي بحوزتها تشير إلى أن سعي الطلب من رئيس الحكومة الاستقال إلى أن هذا لخير رفض وكشفت النائبة خلال مداخلة لها على ذاعة جوهر أن لامين العام لاتحاد الشغل توجه إثر لقائه برئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة وطلب منه الاستقال وأن هذا الأخير رفض مضيفة أن الطبوبي توجه أيضا لرئيس مجلس نواب الشعب وأن هذا الأخير كد تمسكه بالمشيش لفتة لا أنها استقت المعلومات من مصادر وصفتها بالموثوق فيها من جهة أخرى أوضحت النائبة أن ما إشارت ليه يوم ما سحول توجه رئيس الجمهورية نحو تنظيم استفتاء كان مجرد استنتاج وتحليل للمشهد ونتيجة ما صرح به سعيد خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء حكومة سابقين مؤكدة أنها ليست في اتصال مباشر مع رئاسة الجمهورية ولا هي ناطقة رسمية باسمها وإبرزت أنها كانت قد شددت علاء للحوار الذي جاراه سعيد مع رؤساء حكومة سابقين بعد آني قالت أنه يتمثل في أن رئيس الجمهورية منفتح على كل الاضطراف وعلى الجميع وأن المسالة تتعلق ثانيا بوجوب إجاد حل قانوني يتمثل في استفتاء باعتبار أنه لا توجد محكمة دستورية وأن الحل القانوني الوحيد الذي يمكن أن يتوفر في اليام القادمة هو الاستفتاء الشعبي للخروج من الإزمة واضافت أن السنوات العشر لخيرة ثبتت أن المسالة تتعلق بتشتت صلاحيات وبوجود ثلاث رئاسات دون أن يكون هناك من يحكم ويتخذ القرار معتبرة أن ذلك دل ضعف الدولة وأن الحل بالتالي لن يكون فقط على مستوى حوار اقتصادي أو اجتماعي وانما حتى على مستوى النظام السياسي باعتبار أنه ثبت أن في دستور 2014 الكثير من الثغارات والإخلالات التي قالت أن هدت إلى ضعف الدولة وكدت أنه يمكن بعد عشر سنوات أن يتم تقييم الدستور وتعديله بما يسمح بمزيد تدعم سلطة الدولة وعدم إضعافها بل تقويتها لا تنسوا الاشتراك في القناة